خلاص 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 البريمير ليج على الاعتاب وفاضل يومين اتنين بس ويبدأ البريمير ليج وتبدأ متعة كرة القدم من جديد عشان كده جينا النهاردة نتوقع ترتيب الدوري الانجليزي من المركز العشرين للمركز الاول هنتوقع طفور هنتوقع بطل الدوري ومين هنفص على اللقب وهنتوقع الثلاثي اللي هيهبط للدرجة التانية وكمان هنتوقع هداف البطولة واكتر واحد هيعمل اسستات هنتوقع نرده كل حاجة في بريمير ليج قبل ما يبدأ عشان نيجي بعد كده في نهاية السيزن ونعمل رد فعلا على الفيديو دوان كده ونشوف عملنا ايه في توقعاتنا فابلو نخش بهاي حاجة انزل انت جمان قول توقعاتك في الكومنتز ترتيب العشرين فريق في الكومنتز عشان نشوف مين فينا جاب العشرين صح كامل العشرين صح في نهاية الموسم وانتقابلو نخش بهاي حاجة برضو انزل اعمل اللايك لايك مش بفلوس يا معالج منزل اعني اللايك او مرة شوفني اعمل اشتراه في القناة فلق الجرس وسيجيلك كل جديد ومانا شوفت الحلقات اللي باتت نروح كمان شوفها عشان حلقات مهمة جدا وحلوة جدا ويلا بينا نخش في الحلقة اهلا بيكو او جاية في حلقة جديدة مش عارف من ايه بصراحة مش عارف دي حلقة من قهوة التحليل ولا من برنامج القهوة ولا دي حلقة جديدة خالص بعيدة عن كل شيء اسمها توقعات انا همشيها توقعات الاول قاعدين بنتوقع نهاردة كده ترتيب من المركز العشرين للمركز الاول وكمان توقعات الهداف والاسستر في هزا الموسم فللا بينا نخش على طول في الحلقة ونتوقع على طول في المركز العشرين على طول وبدون كلام كتير لوتون تاون لوتون تاون صعد اصلا للبريمير ليش عارف ازاي للا صعد بكسة لزيزة بكسة جميلة كده بمكن نبناع لها حلقة خاصة ولكن لوتون تاون ان انا شايف ان هو هيبط هيبط ولا جاب صفقات كبيرة ولا جاب صفقات ولا عام درب كبير وملعبه صغير وممكن لعب في ملعب تاني اصلا والدنيا عنده متلعبك فانا شايف اللوت ان تاون زي ما صعد زي ما هيبط وفي المركز التسعتاشر بعد تقريبا خمس ولا ست سنين في الدوري رسميا هيبط وولفر هامتون للدرجة التانية وولفر هامتون هيبدأ الموسم زي ما انا متوقع تماما ان هو هيبدأ متخبط اقل وبتاجي قبل بدات الدوري بتلات ايام وداخل ممكن يجي مدرب جديد وعبال ما ياخد على جواه الدوري وعبال ما ياخد على جواه الفريق وعبال ما يعرف الفريق وعبال ما يعرف الدنيا هيكون الدور الاول خلص وولفر هامتون بيقع فبالتالي انا هتوقع وولفر هامتون في المركز التسعتاشر ونزول للشامبينشيم في المركز التمنتاشر وده من وجهة نظري هيكون مفاجئة الموسم وهو هبوط وست هام يونايتد هتقول لي وست هام يونايتد دولك اه انا شايف وست هام ممكن يهبط السنة دي وست هام مجابش صفقات كبيرة مجابش صفقات حلوة بل بالعكس ده فيه كمان لقابين خرجوا من فريق وابرزهم ديكلر رايز وساكاماكا واحد راح ارسنال والتاني راح اتالانتا في ايطاليا فبالتالي انا شايف من وجهة نظري وست هام مع ديفيد مويس السنة دي بعد الموسم اللي فات لما خرجوا في المركز الخمستاشر واجري من الهبوط في اخر الايام السنة دي لمحالة واست هام هينزل الفريق اللي هيهرم الهبوط الدي pickle فى اخر ايام هي شيفله ديونايتد هيجي في المركز السبعتاشر بعد صراع مع الهبوط وصراع ولا هاذهبط ولا هاذبط هينزل كل الكلام ده هيخلاص في اخر ايام الدوري و 무�افي في الونايتد هيكي في المركز السبعتاشر فملكاز الستاشر برضه برضه و اللي هي ركتم يسبوت في اخر الايام مش يقيп انجام فورست ممكن تليه الموسم في المركز الاat 20. 13. 18 13 13 16 cd كانو عند فوق الموسم يبدأ متزبزب الموسم مش يفضل شيء . الموسم مش فضل حاجه. من نوجة نظري يستخدم تماما. وفي نفس الوقتي ليس س应 نравاتي في Окرفة مكانة. موسم الفصل مالا تدخل. ماقعد في المركز ال 15 هايكون فلهم. هتقول لي فلهم اقول لك اه فلهم فريق برضو مترني احنا نوعا ما شوية في لائبة خرجت من عنده ومتريفيتش خرج ورايح للسعودية وفي نفس الوقت اه اه عوضوه بخيمينيز ولكن الخيمينيز مش نفس خيمينيزي اللي كان معه الفرهامتون. لا ده خيمينيزي المستويه الهابط. ونوعا ما يناس تقول لي فلهم عملت موسم كويس موسم اللي فات. سنشاف ان فلهم الموسم ده هينزل لمركز الخمستاشر. المركز اللي اربعتاشر هيكون برينفورد. برينفورد هيتأثر جدا السنة دي بغياب ايفانتوني. ايفانتوني هتقول لي اه اه برينفورد مستوى كويس دفاعيا بيقفل دفاعيا كويس الكاونتر انتاج بتاعه قوي جدا اقول اه هو يبقى قوي جدا وممكن يبقى رخم نوعا ما شوية ولكن هتأثر جدا 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 هجوميا بغياب ايفانتوني وكمان هو ما عودش ايفانتوني بصفقة مميزة او لا مميز. فبالتالي هيتأثر هيتأثر جدا بكمان بغياب بوامو في بداية الموسم فبالي برينفورد هيكون في المركز الاربعتاشر. في المركز التلاتاشر هيكون بورموز. بورموز من واجهة نظري الموسم ده هيكون الفرق الرخمة نوعا ما في الموسم والفرق اللي هترخم على الفرق الكبيرة موجة واع منها نوات خاصة في ملعبها ولكن مش لدرجة ان هو يخوش في التوب تن او يبقى من ضمن مثلا اول سبعة واول تمانية واول عشر حتى لهو حلوى او قوي عليه المركز التلاتاشر مركز الاتناشر هيكون كريستالبلاس بعد خروج ذاها منه برضو مش الفريق انا عمى بيرخم انا عمى بيرخم ع القانشيستر سيتي ويقع منه نوقات شوية Ting يقع منه نوقات شوية عندما ربول يقع منه نوقات شوية ما عمينه نوقات كل دي ولكن مش في الفريق برضو انه ما شايفو يبقى في التوب تن السندي لان هيكون كوي جدا وشارس جدا بشوية فرق كبيرة في المركز الحد اشر هيكون ايفرتن بعد لما هرب من الهبوط بشكل انفس السنة اللي فاتت مع شون دايش شون دايش هيجي استنادي بلعب بالخمسة واربعة واحد بتاعته المعهودة بتاعت ديرلي من كم سنة وهيدافع جدا ويقفل ملعبه وجود سنباركة هيبمالعب ريخي من جدا السنة دي فبالتالي هيرم الهبوط تماما ومشابه بنفس الهبوط خالص هيكون في المنطقة الدفقة وهياخد المركز الحداشر الفريبه اللي بنسبالي بمفاجة الموسم وهنا انا اتوقع له هيكون مفاجأة الموسم وهيتفوق على افرتن وهيخش من ضمن الطوب تين السنة دي وهو بيرلي تحت قيادة كمبني بيرلي من وجهة نظر هيكون مفاجأة الموسم وهيكون الحسران الاسود في الموسم مش حسران الاسود olho الفريب اللي يعجبك اللي تفرج عليه في الموسم هو بيرلي تحت قيادة كومبني هيكون في المركز العاشر في المركز التاسع وهيكون توتنام هوتسبرز ناس تقول سبيرز ممكن تكونها عاملت فترة الأداد الكويسة ولكن من وجهة نظري هيبا مترنح نوعا من الموسم ده مدرب جديد مميز وشفتي ليه بعض المحشاط نوعا ما بيحاول يعمل حاجة بتوتنام ولكن توتنام شايفا من وجهة نظري هيتأثر جدا بخروج هاركين عن الفريق الموسم ده هاركين كان بيشكل شكل كبير او بيعمل شكل كبير جدا لتوتنام كان بيجيب لهم طبعا تقريبا في الموسم بالمية التلاتين جول فبالنسبة لي التلاتين جول اللما يتشالوا من توتنام توتنام هيأثر جدا 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 في ذلك كمان ان السن لسه مظهرش مادوسن لسه يكون بياخد على الفريق عندك كمان ممكن تلاقي لعبة تانية خرجت زي الانجليز زي هويبرج ممكن تلاقي ريتشالسون مركبش مع الفريق كلوسيفسكي مش الفريل يعني مش اللعبة اللي تعتمل عليه شوية المدرب برضو لسه بياخد على جواهي البريمير ليج قدمه اوه عمل بريسيسين كويس ولكن ممكن يكون البريمير ليج صعب عليه نوع عاما فانا شايف سكلوه لوجلو لوجلو دوان ولا خلينا نقول عليه انجي عبال ما نعرف اسمه التاني دوان توتنام السنية ده يكون في المركز التاسع حلو قوي حد كده في المركز التامن ويبقى حصان اسود من وجهة نظري هو اسطن فيلا اسطن فيلا تحت قيادة يوناي امري عجبني جدا عمل بريسيزين كويس وما فرطوش في اي حد من اللعبة التقيلة عندهم في الفريق ممشوش واتكنز ممشوش مينجز ممشوش ايماليانو مارتنياز ممشوش ماجين ممشوش بويندية ممشوش دوجلس دوجلس اا لويز دوجلس ممشوش كل الناس دي لأ هم عملوا مركاته كويس حافظه على نجوم بتوعه وجابه كمان موسا ديابي وينج يمين فات تاك وجابه كمان باو طورس هيعلي جدا من الفريق دفاعيا وكمان النجوم اللي موجودة في الفريق هيفيده جدا يوناي امري فانا شايف ان يوناي امري السنة دي هيعمل حاجة محترمة جدا باستون فيلا سواء على مستوى دور المؤتمرات اللي هيبقى نوع عاما كويس لاستون فيلا ويوناي امري بيعرف هياخد البترات النوع عاما صغيرة مش اللي تشامبينز ليج لا بيعرف هياخد مسلا الاوروبا ليج يعرف هياخد الكونفرس فمن وجهة نظري هيقدر يعمل موسم كويس جدا باستون فيلا وياخد المركز التامن ويعمل موسم كويس سواء على مستوى البريمير ليج او على مستوى اوروبا وهيبقى فريق رخم جدا من السنة دي على كل فريق البريمير ليج اسطن فيلا الفريق اللي هيريوح لأوروبا ليج لتاني موسم على التوالي وهو برايتون وياخد المركز السابن بزربي هيعمل شيء كويس جدا مع برايتون السنة دي زي ما عمل السنة اللي فاتت وسنة اللي فاتت كمان كان لسا جاي البريمير ليج فالسنة دي خد معهم فترة اعداد خد معهم جاب الصفقات اللي عيزها عمل الصفقات المميزة او في لعبين خرجت من عنده زي ما كاليستر وزي اه وفيه كمان لعبين اللي جاية ممكن يخرج من عنده كايسيدو وراها عوض ناكاليستر بمحمود دهود من بروس ديرتموند وانا متوقع ان دهود هيفير معي السنة دي فانا شايف ان دي زيربي هيعمل شكل كويس مع برايتون هيعمل موسم كويس مع برايتون سواء في اليوروبا ليج او على مستوى بريمير ليج ويقدر ياخد المركز السابع المركز السادس وهو تشيلسي تشيلسي مع موريسي بوشتينو هيكون لسا بيلين الدنيا هيكون لسا بيحاول يعمل حاجة مع الفريق لسا يحتاج يتعرف على الفريق الاكتر ياخد معه وقته اكتر كمان مع عصابة نكونكو وغيابه على الثريق في بداية الموسم هيأثر جدا على اا موريسي بوشتينو وعلى تشيلسي لان موريسي بوشتينو في كل مباراة البريسيسي كان بيعتمد على نكونكو سواء كمهاجم او اللاعب نمرة عشرة فبنسبة لنكونكو هيأثر جدا مع بوشتينو وبوشتينو هيبقى لسا محتاج وقت اكتر ان ياخد وقت اكتر مع تشيلسي تشيلسي بيقع معها السنة دي اي طولة ربية فبالتالي بيمر يخش التوب فور ويبقى موجود في مقاعد مؤهنة ليليه ولاجب من وجهة نظري سواء نيوكاسل او ينايتين او ارسنال او ليفربول او سيتي هيكونوا حاجزين مقاعدهم في الخمسة الاوائل بيدا عن تشيلسي فانا شايفين تشيلسي السنة دي هياخد مركز سادس حلوة عوية على تشيلسي وبوشتينو في المركز الخامس وهيكون نيوكاسل برضو ايدي هاو ما اعملش صفقات كبيرة ما اعملش غير تونالي بس في نص الملعب ما اجابش لعب تاني في نص الملعب مع تونالي وبرونج ماريش وهيعتمد على جولينتون زي السنة اللي فاتت ما جابش مهاجم كبير او مهاجم تقيل معاك ومعاك ازاك فمعتمد عليهم كليا مع واتش مكسيمال حد دلوقتي بعد ما بيش وراحة السعودية لسه ما عوضوش لحدها الان نوع عمان يوكاسل ممكن يكون مستوامس زي الموسم اللي فاته ولكن او مش يبقى من دي من التفور ولا يكيبه في مركز الخامس وكمان في اخبار ان بريمير لي جايبه بالنسباله خمس فرق يروحوا للشامبيونزيج السنة الج جاية فانا شايف ان يوكاسل هيكون في مركز الخامس ويفضل موجود في التشامبيز ليجيج السنة الجاية كمان في المركز الرابع وهنا بقى نخش عخناقه نوعا مشوية في المركز الرابع من وجود نظري هيكون منشستر يونيتد والمركز الرابع ده بالنسبالي او من وجود نظري مش هيبقى بعيد نوعا ما عن اللقب لان انا شايف في السنة دي هيبقى صراع مش سنائي ومش سلاسي لا ده صراع رباعي على اللقب على اللقب السنة دي بين يونيتد وليفر بول وسيتي وارسنال فليفر بول في يونيتد او عامل مركاتو نوعا ما كويس راح جاب هويلند وراح جاب اه في نص المعار لسه جمعنا هجيب سوفيان مرابط وسانشو كويس فايق نوعا ما راشفورد فايق عنده المدافعين كويسين راح جابه هنا انا بحلاص المرور من بدل دي خيه فانا شايف ان تنهاج ومانشيسر نادل السنة دي هيعمل له شكل كويس هيحاولي نفسه على اللقب وهياخده المركز الرابع في المركز التالت وبعد غياب عن التشامبيون ليج السنة اللي فاتت بعد احراض المركز الخامس السنة دي ليفربول هيعود تاني لمقاعد المؤهلة للتشامبيونز ليج ومش بس كده ده ينافس على اللقب كمان بس عندي حاجة صغيرة قد كده جيبوا لعب نمرة ستة ليفربول لو جاب لعب نمرة ستة كويس سوى روميو لافيا او غيره هيقدر ينافس على اللقب هتقول له روميو لافيا ينافس على اللقب مع ليفربول هو هحاول نوعا ما شوية هيوصل لمقاعد يروب ايه تشامبيونز ليج بالمركز التالت ويحاول يفحفر مع سيتي وارسل لها عمي على اللقب ولكن هيحفز على مقعد مؤهل للشامبيز ديج فانا شايف ليفربول لو جاب لها ابن مراستة يقدر ياخد مركز ثالث عادي جدا في المركز الثاني وهنا بقى لازم نهدأ شوية ونصبر شوية عشان لما نقول المركز الثاني تلقائي وتعرف المركز الاول ومين هي بصاحب اللقب البريمير ليج السنة اللي جاية فالمركز الثاني معانا هيكون مانشستر سيتي هيقول لي السيتي اقول لك اه منشستر سيتي السنة دي هياخد مركز ثالي ليه؟ لان فيه لعبين كتير خرجت من عنده خرج من عنده رياض ميحرز خرج من عنده جندجان هينقى ممكن يخرج من عنده كالويكر هيخرج من عنده كانسلو ممكن يخرج عنده برناردو سيلفا وشفنا في الدراء الخيرية ان منشستر سيتي نوع عمي مكنش كويس كفزتش مش عوض جندجان هتخلي بابرنردو سلفا شوية ببروين شوية هتحاول تلصم الدنيا شوية سواء على الوينجات او في نص الملعب هتقول لي مثلا ان مانشستر سيتي ما بيبنش في بداية الموسم سيتي بيبتدي يفاير في الموسم ويبتدي يركز في الموسم ويلعب شخل كويس في الموسم بداية من شهر 2 من شهر 1 بيبدأ يفوق سواء في الشامبيونز ليج او على مستوى البريمير ليج بس انا شايف في السنة دي اللعيبة اللي خرجت من مانشستر سيتي هتأثر عليه جدا وهياخد مركز تاني وهيقدر ارتتا بيكاتبته السنة دي ياخد بريمير ليج وفي المركز الاول زي ما قلت لك ارسنال ارسنال هيقدم موسم تاريخ السنة دي هقدم موسم للتاريخ مع مكيل ارتتا هتلاقي شخصية مختلفة عن السنة اللي فاتت هتلاقي بيجمع نوط من الكبير والصغيرة هتلاقي مع الفرقة الكبيرة بيكسبها سواء في ملعبه او بره ملعبه هتلاقي موسم تاريخ الارسنال السنة دي وعامة هتلاقي موسم تاريخي لدوري الانجليزي كله السنة اللي فاتت فمن وجهة نظري ارسنال السنة دي هيعمل موسم للتاريخ وهيحاقها المفاجأة وهنزل بيب جورديولا ومشاستي من على العرش وهياخد هو المركز الاول والبريمير ليج وبتوقع انا البريمير ليج ودوقع انا الفائز بالبريمير ليج ودوقع انا الفائز في المsonaro مين هيكون هاي отدافه الم supermarket projekt انه تجد نظري والا شايفه ان السنة دي هيكون هاي انتعة عادية اريلنج هايجيب في المسم تلاتين ارمعة وتلاتين ارمامة جون السنة دي هتعوز يعاني هي نفسه صلاح هي نفسه ها إ lí وعد برضو هالوند هو الاقي اي ا Hold on اكتر اساسات السنة دي بقى يتبع لها خنانة نوعرة شوية مابين صلاة ما بين برونو فرناندز ببين ما بين سكة ولكن انا شايف اكتر لاعب يعمل اسستات السنة دي هيكون محمد صلاة محمد صلاة هيصنع كتير هيسجل كتير سواء هداف او صناعةا وهنا شايف ان صلاة هياخد اكتر لاعب عمل اسستات السنة دي وبس يا سيد دي كنت حالة توقعات التوقعات وتوقعاتي انسوا بقى الفائزين الى نفسه على اللقب الى لوحinhosимость league الى لوحة للفوط الليج الي ايبع حصن يسودي للبطولة الي ايبع حتي luego ذهبت ابو بريمير ليج وهداف المتاب Armenian و الاسيستر اما يا رايك انت في والتوقعاتك انت الاهم انت حتت لي ترتيب العشرين فريع منه �كنugت نظرك في الكمنت screens وهداف والااكثر اسستات عشان لما نيجي في نهاية الموسم نشوف في مين استوقع انا جبت كام من 20 وانت جبت كام من 20 في اللاضغات الاخر اذا كان رايع användة انت توقعات بالفريمير ليج اما يا رايك اما توقعاتك دينيتك الاسايmin الكومنت ولو حلقة بدأت ساشى اعمل لايك ولو مرة تشوفني اعمل اشترا في قناة وفعلى الجرس عشان هترجى اجي لايك او متنزل عبطول وتابعينا على سيش المنطقة تعطي فيسبوك وتوبيوتر انستجرام هتلاقوهم في الديسكريبشن تحت ولو ما شوفت الحلقة اللي فاتت سواء الدور السعودي او البريمير ليج او تحليل ارسنال ومانشستر سيدي هتلاقو مزور لك على الشاشة هنا وكان معاكم مصطفى اشوفكم الحلقة الجاية سلام.